أهلا بكل من يشاهد ويستمع بعد إعلانات مخالفة ذات تجاوزات أخلاقية ومسيئة اليوتيوب يستجيب لمطالب الجهات المسؤولة في السعودية هذا التفاعل بعد بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسبوع وهيئة الاتصالات أوضح مطالبة منصة يوتيوب بإزالة الإعلانات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية وذلك بعد شكها ومن الجمهور قامت يوتيوب بشكل سريع على إزالة الإعلانات المخالفة استجابة لما ورد في البيان والذي حذر المنصة من أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع هذا الموضوع الذي نتكلم عليه المنصات الاجتماعية في السعودية ما بين الرقابة والإجراءات القانونية ورحب بضيفي الأستاذ فهد البقيمي الأكاديمي والمتخصص في التجارة الإلكترونية والتقنية أهلا بك فهد الله يحييك أخي يوسف وتشرف بظهور معك شرف لي تعليقك على هذه القصة اليوم تجمع الجهات المسؤولة في السعودية هيئة الإعلام المرئي والمسموع وكذلك وزارة الاتصالات في المقابل اليوتيوبر يعني بإعلاناتها المسيئة والمخالفة والتجاوب اللي حدث من خلال بيان لليوتيوب أوضحوا فيه أنه تفاصيل الإعلانات من هذا القبيل أنت كخبير اليوم ومتخصص خصوصا أنك أنت فهد لك تغريدات سابقة على هذا الموضوع إيش تعليقك وش تقول نحن من سنوات كنا نتكلم عن خطر مثل هذه الإعلانات وكانت في البداية إعلانات يعني عشر إعلانات يطلع واحد ممكن مسيء أو لا يليق أو مقاطع خادشة بالحياة أو حتى إعلانات محتلين ونصبين وطالبنا بضبطهم أكثر والحمد لله الفترة الماضية تجاوبت هيئة الاتصالات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مع هذه المطالبات وهذا يشكرون عليه حقيقة قربهم الناس واستماعهم ومتابعة آخر الأحداث فتم التواصل مع شركة يوتيوب وممثلين من شركة جوجل والضغط عليهم وليس بسلوب بسيطنا إنما تطبق أو ستطبق عليك القرارات والأنظمة فكانت تجاوبة مثل ما شفت الآن أن الشركة على طول تجاوبت أن تم حجب مجموعة من الإعلانات وإلغاء حسابات معلنيين وغيره ولازلنا نقول هذه البداية فقط للأسف السنوات الماضية كلها ترك المجال لهم يعبثون كيف ما يشون وكان الهدف مادي بحت لدرجة أنه اليوتيوب أنظمته تمنع نشر المقاطع المخلة أو الخادشة أو الإباحية كما تسمى وفي المقابل الإعلان مسموح أنت تابع مقطع قرآني فجأة ينقطع بإعلان خادش للحياة نعم المشكلة في هذا أنه حتى اليوم الطفولة فيه جريمة اليوم تواجه هذا المكون المهم المكون الاجتماعي الأطفال اليوم هم أغلب وقتهم في اليوتيوب فالمشكلة أكبر المشكلة أكبر وتحتاج وعي من الناس اليوم أطفالكم أمانة بأيديكم ترك الطفل بالجهاز فقط خليه يصمت خليه يتونس خليه ما بيه يزعجني هذه جريمة تركب في حقه لأنه قاعد يشوف أشياء أنت تمنع خارج البيت أن يشوفها ولكن بجوال الآن تصله وبين المقاطع والآن بشكل دعم للمثلية وغير من الأشياء الإباحية وغير من الأشياء التي تنافي معتقداتنا وديننا وأنظمتنا حتى نحن نشد بيد هيئة الاتصالات وهيئة الإعلام المريء المسموع ونطالبهم بالضبط أكثر وأكثر اليوتيوب مجرد البداية جوجل سنابشات تويتر تيك توك كلها تستخدم نفس الأساليب للأسف السبب الرئيسي عدم وجود ممثلين حققين لهم وعدم محاسبتهم على أخطاهم اليوم هدفهم مادي هذه الشركات هدفها مادي تبحث عن معلنين فقط ومعظم أرباحهم تتم من خلال الإعلانات هذه لا يهمهم وشي كل إعلان بقدر المادة في المقابل دول أخرى قامت بمحاسبة جوجل واليوتيوب على إعلانات ربما تكون احتيالية وأستراليا على سبيل المثال تمت محاسبة شركة يعني مخالفات إدارية لماذا تبث هذا الإعلان في هذه الدولة وهو نصابي أو محتلين ويا كثرة طيب اليوم المنصات مختلفة يمكن ذكرتها نعم هي البداية وحتى صراحة أنا أشوف أنه هي انتصار اليوم لوجود الرقابة المجتمعية يعني المجتمع اليوم قام بهذه الرقابة وأوصل الموضوع إلى الجهة المسؤولة الجهة المسؤولية قامت بمثل هذه الخطوة كيف تشوف احتيازنا اليوم مثل هذا الضبط تجاه تيك توك سنابشات تويتر المنصات الفضاء الواسع هذا صحيح البنك المركزي بالأمس أعلن عن إنشاء لجنة لمراقبة المحتويات أو الحية الاحتيالية والطالب أيضا بني أن نكون فيه لجنة مخصصة لمراقبة المحتوى الإباحي المحتوى الاحتيالي ورصدها أولا بأول كذلك معاقبة أي شركة تخالف اليوم معظم عمليات الاحتيال والمقاطع يتم من خلال الإعلانات المروجة بـ 2 دولار يستطيع المحتوى أن يصل مئات الناس ويسرقهم بكل سهولة السبب لأن شركة جوجل ما أهمها وفي المقابل لا يوجد أحد يضغط عليهم في المقابل لأنهم رتبوا إعلاناتكم فلتروا إعلاناتكم اليوم شفنا البداية ونتمنى أنها تستمر تكون أقوى ورقب